صباح الخير فرح وصباح الخير إلك زينة وصباح الخير لكل المشاهدية الإخبارية السورية وبرنامج صباح نغير نحن حاليا متواجدين بقلب الجامعة نرصد معكم حاليا توافد عدد من الطلاب لأداء الامتحانات مثل ما بنعرف بسبب المنخفض الجوي بعض الامتحانات في الجامعات في المحافظات أو الجيلات منها جامعة طرطوس اللي أجلت امتحاناتها جامعة البعث وأيضا بعض الجامعات الأخرى أما في دمشق فما زال الطلاب يتوافدون إلى الجامعة نحن معكم هلأ رح نشوفوا تحت التلج أمام الباب رح نشوف توافد الطلاب يمكن سائر بيدر يجيبهم ورح شوف السطلة معكم صباح الخير صباح النوم صباح التلج الغير شكل أول شي أنا جامعة أعلام أهلا وسهلا فيكم أنا علوم سياسي علوم سياسي جاي بس هيك معرفات كيف هيك الأجواء اليوم يعني طلاب كلها تجاية برغم هذا التلج على الامتحانات إجباري الواحد عنده امتحان بدي ينزل يعني والجو عادي تعودنا يعني مطار وبرد وثلج وعادي يعني عادي ما طبع مرة بالتلج بالشام يعني مو أول مرة بالعكس مبسوطين ما في تأجيل للامتحانات لا طبعا ما أجلوا نحن توقعنا يأجلوا يعني بس ما أجلوا شي حلا بعد الفحص هنطلع على التلج فورا طبعا يسعد صباح 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 كمعن رحشوف من الطلاب وأيضا اللي داخلين على الجامعة صباح الخير حضرتك أنو كلية طب الأسنان طب الأسنان كيفك محل بردات عندك امتحان اليوم؟ هل تأجيل محادرة في هذه التلج؟ تمام كان لازم يأجلونا يا كل جامعات القطر أجلو لنيا بس صفي عندنا نحن عزين بالبرد عم نقدّعوا انتحانات يالله ماشي شكرا لكي هلا يعني خلينا نشوف كمان الطلاب وهنن عم يدخلو للا خلينا نشوف كمان مبين ماسك مريول طب صباح الخير صباح الخير صباح الخير عندك محاضرة على الامتحان محاضرة تتعويضات يعني ايضا مو بس امتحانات حاليا الطلاب اللي داخلين على محاضراتهم اليومية صباح الخير 정확ا تعويضات سنية محاضرة وندك امتحان فلا محاضرة وما هيك يجيت بهذا التلج صباح الخير يسعد صباحك طب الأسنان هل عندك امتحان امتحان كيف هيك الاستعدادات خلينا نمشي هيك معك وانت رايحة الكلية مشان الشمسية مشان الشمسية هلأ سائر عم بيصور هلأ بيشوفنا بيلقطنا سائر لقطنا شمسية نتخبى فيها ونحن عم نعمل اللقاءات لقطنا سائر أنا عم ساعد الاخبارية سوريا يسعد صباحك انتوا بتغطوا أحداث وأنا بغطي لكم خلينا ياك يسعد صباحك كيف استعداداتك للمتحانات تمام ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله موفق يا رب ويسعد صباحك خليك يا رب كلك تسلم يا رب يعني هيك مثل ما شفنا رصدنا معكم دقائق من يوميات جامعة دمشق بيئة المنخفض الجوي ومع هلتلوج الحلوى يا رب هذا البياض يملى معه الخير والدفع بقلوب كل السوريين يا رب دائما تحت هالتلج جنودنا هلأ موجودين على الجبهات بريف حلب وبي ادلب يا رب النصر قادم لا محالة أكيد كلنا ثقة بالجيش العربي السوري وأخبار الانتصارات المتتالية يسعد صباحكم صبايا وبينا نرجع لكم على الستيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر